طيب انت عارف ان انا عملت حلقتين عن التيتانوس قبل كده طيب في بقى سؤال كل واحد يجي يقولك مثلا انا دخل في رجلي مصمار وما خدتش تيتانوس فرجلي بدأت تورم ومكان دخول المصمار عمل خراج فبيخاف وبيقول ان ده التيتانوس يا جماعة التيتانوس ده حاجة تانية خالص حاجة مرتبطة بالاعصاب شوف الحلقتين اللي حصل تحت ده مكان دخول المصمار ده خراج انفكشن عادي يحتاج برضو علاج ويحتاج متابعة ومضادات حيوية ودكتور الجراحة يبص عليه وان كان محتاج يتفتح او يتنظف وهكذا لكن مش اللي نقصده ان ده التيتانوس الناس بتخاف لما يلاقي ان مكان الجرح ورم ان هو كده جاله تيتانوس او هو ده التيتانوس لا مش ده خالص اي حد يدخل في رجل مصمار مصدي او اي حاجة ممكن تعمل تيتانوس يروح للمستشفى فورا ويشوف الحلقتين بتوع التيتانوس عشان يفهم قصة التيتانوس لكن مش الجرح الموضعي ده ولا الورم بتاع رجله ده هو ده التيتانوس مش ده خالص لكن لازم نهتم بكل جرح بس كده